كان الزمالك بيحتفل اليوم بمناسبة مرور مئة عام على أول بطولة لكرة القدم حققها نادي مصري على الإطلاق وهي بطولة الكأس السلطنية سنة 1921 بطولة الزمالك أحرزها في النهاية على حساب أحد الأندية للجنزة اللي كانت موجودة بهدفين وللأسف الأرشفات عندنا قديمة ومتهلكة فاحنا مش عارفين مين اللي جابه الهدفين المهم إن أول بطولة في تاريخ كرة القدم المصرية مسجلة بإسم نادي الزمالك اللي كان المختلط بالفوز على أحد الأندية الإنجليزية في النهاية بس هنا بمناسبة الكلام عن كأس السلطنية سنة 21 خلينا أقول لكم إن في كل دول العالم مسجلة الأول أو بتنطلق الأول بطولة الدوري وبعدها بسنة أو اتنين بتيجي بطولة الكأس لكن إحنا عندنا بطولة أول كأس رسمي للسلطنية 1921 وأول لقب بطولة الدوري سنة 1948 فرق لا يقرب من عشرين سنة طبعاً الكلام ده له خلفيات برضو في الأرشيف عندنا المتهالك اللي البعض كان بيخفي عن عمد أو عدم عمد ده ليه بقى لإنه كان فيه بعد قبل بطولة الكأس على طول أو بعد بطولة الكأس بسنة سنة 22 بدأ بطولة دوري اسمه دوري القاهرة بطولة دوري القاهرة ده تقريباً إزا مالك حصل فيه 12 13 14 لقب على ما أتذكر مقابل لقبين 3 للأهلي فاللي حصل جهة 48 قالك ستوب هنلغي دوري المناطق ونبدأ دوري جديد نسميه الدوري العام طب يا عم انت ظلمت إزا مالك إزا مالك إزا مالك قال له 13 13 لقب قالك لا ما يتضفوش على سباق الألقاب اللي موجود عندنا دلوقت ترجمة نانسي قنقر